بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابتر فور بارت فور فاكتورز يوز ان اكسيبريشنز فور ديفيلوبمند لينس بنتكلم هنا على مجموعة الفاكتورز اللي بنستخدمها في حسابات الال دي ومنهم المعاملين اللي بنسميهم ألفا في بيتا وفي بعض الكتب بتكتب اي وبي المعاملين دور حصل الضربة بتاعهم أقل من أو يساوي واحد وسبعة من عشرة طب بنحسابهم ازاي في حالة الالفا بنقول ان الهوريزونتال رينفورسمنت سو بليست زاد مور زان اتناشر انش اوف فريش كونكريت اس كاست انزا ميمبر بلوزا ديفيلوبمند لينس اور سبلاينس الكلام ده معنا ايه انك لابتصب بلاير خرصانة الليير ديت اتناشر انش عندك او اكتر بناخد المعامل ده بيساوي واحد وثلاثة من عشرة طب في الحالات التانية بناخد المعامل ده بيساوي واحد طيب بيتا او بي اللي هو الكوتينج فاكتور لاننا احيانا الاسياخ اللي عندنا بندهنها بطلاق معين من الابوكسي علشان نمنع حدوث الكوروجين لكن وجود الكوتينج دوت في نفس الوقت بيقلل عملية الادهيجان بتوين البار والكونكريت فبنقول لو احنا شغالينا على ايبوكسي كوتت بار او وايرز ويز كافر ليس زين تلاتة الديامتر بتاع البار او الكلييري سبيسينج اقل من ستة الديامتر بتاع البار يبقى المعامل بيساوي واحد ونص يعني ايبوكسي كوتت بارز والشروط دي مش متوفرة عندك بناخد المعامل ده واحد واثنين من عشرة بناخد المعامل بيساوي واحد اذا التابلز ديت عندنا بتوضح بجموعة المعاملات اللي انا هستخدمها في حسابات ال ال دي منها بنقول لو انا شغال على السياخ اللي السياخ دي نمبر سيكس او اصغر يبقى المعامل تمانية من عشرة نمبر سيفن او اكبر المعامل دوت بيبقى واحد طيب كسافة الخرصانة بتدخل معنا في المعامل لندا على سبيل المثال لو انا شغال على لايت ويت اجريجيت يبقى المعامل ده واحد وثلاثة من عشرة لو شغال على نورمال ويت يبقى المعامل ده بيساوي واحد طيب ايه المعاملات التانية اللي بنشتغل عليها اللي هي السباسينج او الكافر دايمينشن طيب في حالة السباسينج او الكافر دايمينشن بنشتغل على قيمتين وناخد القيمة الاصغر اول قيمة عندي اللي هي distance from the center of the bar or wire to the nearest concrete surface الكلام دا معناه ايه؟ لو انا عندي سيخ السيخ دا في مسافة على الاج ادي المسافة اللي بتكلم عليها او one half the center to center spacing of the bar ادي البار التاني المسافة اللي بينهم اس انا عايز نص اس بنحسب القيمتين دول وناخد القيمة الاصغر طيب من ضمن المعاملات اللي بنشتغل عليها اللي هو الكي تي اار اللي هو بيساوي اي 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 اار اف واي تي على الف وخمسمية في اس في ان تعال انا عرف المعاملات الموجودة دا الات اي اار اللي هو total cross section area of all transfers reinforcement within the spacing اللي بيشتغل عليه هو اس FYT اللي specified yield strength of transfers reinforcement وطبعا انا ممكن يبقى الحديد بتاع الفلكشر وهدي الحديد اللي هو transfers دا ليه FY وده ليه FYT مفيش مشكلة عندي ان انا استخدم نوعين من reinforcement S maximum center to center spacing of transfers reinforcement within LD N number of bars or wires being developed along the plan of splitting اللي لاحظ ان الكي تي اار ممكن تساوي صف امتى في الحالة ديات لما بعمل عملية السيمبليفيكيشن في الديزاين طب هل هتأثر على الدقة بتاعت الدزاين اكيد ترجمة نانسي قنقر